أهلا وسلم بكم في حلقة جديدة من حلقات قصص الأنبياء جدا سعيد من لقائكم بزاف دي الأنبياء اللي شفناه كانوا جابوا معاهم معجزات والمعجزة الدور دياله هي أنها تعزز النبي وتقنعه ولكن النبي ديال اليوم هو بنفسه كان معجزا أهلا بكم النبي عزير مواليد فلسطين وكان هو توأم ديالخوه عزير وعزير في ذاك الوقت كان الوقت ديالنبو خد نصر وكان هجم على بيت المقدس وخرج اليهود وطرد بانوا إسرائيل ودار السبي بزاف دي الناس خدهم من فلسطين ودهم عبيد عنده ويقال أن النبي دانيال حتى هو كان من العبيد ديال السبي البابلي أنهم خرجوا من أرض كنعان ودهم نبو خد نصر البابل نبو خد نصر من هجم على أرض كنعان وهجم على بيت المقدس وطرد وقتل وكان يستهدف مباشرة كان يستهدف التوراة وكان يستهدف حافظي التوراة فهو دبح الحافظة التوراة وكان يشد التوراة وكان يحرقه لأنه يقضي على الشرائع موسى ويجيبه واد معتقات دياله والكفر ديال بابل بابل معروفة هي أرض الكفر وكلي يقول أنها بدأت منها الماسونية وكلي يشوف أنها خدات الماسونية بعد ما مات نبي سليمان لأنه كان يشوف فيه أنه ساحر ومشي نبي وأن القدرات دياله دياله هو مشي بإذن الله تعالى فهذه هي الظروف التي تولد فيها عوزير عليه السلام ولكن بالله قبل أن ندخل في التفاصيل في القصة عوزير عليه السلام نطلب منكم إضافة الإعجاب وإذا كنت جديد على القناة تشترك معنا في القناة وفعل جرس حتى يأتيك جديد قناة هذا الخبر كله سيأخذ ثلاثة خمسة ديال التواني نرجع إلى الموضوع ومن يكبر وكان يدعى أولاد وكان يدعى الله سبحانه وتعالى وكان هو الحافظ الوحيد للتوراة في المنطقة كلها هو الوحيد للتوراة من نسخ الحرقات والحافظة تقتله فهو بقالب الوحيد لكي يحفظ التوراة وكان يأتي عنده الأحبار ديال اليهود من يكونوا حايا يمشي آية ولا بغين يعرفوا شي حاجة كانوا يرجعوا له وكان يخبيه واحد نسخة نديرها في صندوق وحاطة في واحد المكان وقالوا له هذه النسخة سنرجع لها النهار اللي سيستثب الأمن وما سيبقى هذا الإرهاب اللي كان يحيشوه الجنود القوات نبو خد نصر سنجبد هذه التوراة ونعاوضوا الطباعة لكن يقولون طمعا أن التوراة سيكون هنا فكان عنده أخوه وكان عنده زوجة وكان عنده أبناء واحد نهار كان عنده أرض بعيدة في واحد المنطقة كان عنده فيرما لاحظ بأنه كانت الحرارة كثيرة ذلك النهار وكانت الشمس كتحرق فاركب على الحمار دياله وقرر يخرج بشيء يسقيها وكان عنده واحد لبيرت الماء هو دايز على واحد المنطقة فيها قبور وكان يبدو أن يرونها وكان يخرج بأنه إسرائيل تم خارج المدينة وكان يدفنون الموتات وكان يبدو أن يتم غيل موت وكانت خرية مسكونة وكانت دمرات نهائيا وكان فيها غيل أطيار وكان يكمل طريقه لا يعجب هذا المنطقة وكان يصل لبيرت الماء وكان يسقي الماء وكان يسقي الأشجار وكان يختار بعض الأشجار التي فيها العينب والكرموس وكان يركب على حمار دياله وتمراجعه ولكن ذلك النهار كان لديه الحرارة بالزعف فلاحظ أن الحمار دياله تأثر بالحرارة وبدأ يتباطئ وتمشي بشوية بالزعف لم يكن لديه الماء لكي يحطيه وكان يستطيع أعود أن يتجع الأشجار لكن لا يريد أن يضرب الطريق في الحرارة لكي يستقل لديه من الماء وكان يتباطئ لأنه يستطيع أعود في هذا المكان وكان يستطيع أقل وستطيع أعود وستطيع الأشجار وقوم بشوية والعين وكي تطبيق وكان يتقل وكان يتعامل في الموت في واحدة القرية فيها شجر مائتين لقد تابة السير ولا طير يطير القبور ففيها رائحة الموت وبدك يتسأل يقول هذه دبكة سيحييها الله سبحانه وتعالى فقصة القرآن الكريم يعني ذكر عزير يبدأ بالآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه هنا المعجزة العزير عليه السلام أنه بدك يتسأل في هذه القرية ورى الموت ورى الضلام وكان يتمنى أن الله تعالى يحيي هذه القرية لكن قال مع رسول كيف لا يحييها الله وعاد الضمار وبوخة النصر جال عندنا ودر فضيحة وقتل حافظة التوراة وحرق لنا الكتاب المقدس ودمر لنا الحضارة ورى الموت والضمار هو عارف الله هو نبي وعارف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لكن الآن ستسأل كيف لا يحييها بعد موتها فمباشرة عندما تسأل هذا التساؤل سوف نضع فكرة تسأل قراراً على شيء قليلاً في الضل على ما تنخاف قليلاً على درجة الحرارة وتبرد الدنيا وتدعوه ثاني الطريق ويرتاح في نفس الوقت الحمار الذي يربطه معه نعس وإلى الله تعالى سيأخذ الروح وسيأخذ الموت المفسرين كيف يقولك أنه بقى على الشكل هو يعني الجسم ما تحللش لكن المفسرين آخرين يقولون هذا غلط بالعكس النبي عزير تحلل والعظام وتفرتدات لأن القادية شدت مئة سنة فمحفظ الله الجسد لهم كيف يحفظ أهل الكهف القصة الأهل الكهف أن الله تعالى حفظ الجسد لهم لا تحللوش هنا نفس السؤال تطرح على عزير الذي يقولك لا راد لا تحلل شيء والذي يميل بزاف المفسرين والمؤرخين أنه مات وتحلل والدود أكل الجلد والحم وتطرح لهم ما يطرح للجسد أي ميت في الأرض هذا مات عام الله تعالى يحييه ويكون آية ويزيد عززه في الدعوة مع القوم مات عام وإلا عزير عليه السلام يطلق العظام والعظام يكسوها لحمن ويفق من عاس كأنه كان غير نعس فقمن عاس لا أعرف أنه ميت لا أعرف ما يطرح له بأنه ميت سندزت ومات والتحلل والجسم والجلد والحم والدود بمعجزة إلهية وبرغبة إلهية تجمعت شي كامل ونضع عزير عليه السلام نضع نضع من عاس نضع من موت للعمر مئة سنة وعطي الله ملك صورة بشر قال له صباح الخير ما نضر قال له ما حال ومتنعز قال له أنا متسكي وقل غير نهار واحد لابدت يوما أو بعض يوم يعني ما قلنا نعاش نهار أو نهار واحد وقل نعست 12 ساعة أو 14 ساعة قال له لا ركن نعست 100 عام قال له شوف الماكلة قال له الماكلة مزيانة مخان موكي قال له كيف سنقوم 100 عام انت قل لي 100 عام وشوف الماكلة الكرموس والعين ما زال مزيانة قال له الأخر أوكي قال له وشوف الحمار نتبه الحمار وإلا بقايا حمار بقايا الحمار شوف الجمجمة شوف العظام فهنا بدأ يتسائل كيف الماكلة مزيانة والحمار بقايا الحمار هنا بدأ يطرح أسئلة هنا قال له الملك ونجعلك آية للناس أنت ستكون آية مطابعة الحال الملك تهضر كل بإذن الله سبحانه وتعالى قال له معجزة علمية كالترى قدام عزير يشوف ولي عمر شي إنسان قبل منه وعمرت واحد ما سيشوف إلى يوم القيامة ما هي معجزة يشوف العظام قدامه وتشكل العظام وحده يتلقى مع وحده والعظام الذي يناقص يتكمل الأجزاء التي نقصها يشوف هيك العظمية الحمار يتشكل قدامه في الأرض بعد يشوف العروق والعضلات والأعصاب والحم والجلد والشعر هاتش كله يتشكل قدامه وإلا الحمار سيقف حي مرة أخرى يتنفس حمار عادي طبيعي يأكل ويشرب ويتنفس بمعجزة إلهية وهنا النبي عزير عليه السلام خر ساجدا وزاد تأكد بقدرة الله سبحانه وتعالى هو طبعا لم يكن لديه شك لكن هذا شيء قوى ويشوف هذه القرية تبدل وولد فيها الحياة وتبنو فيها المنازل وزاد فيها بعض المناطق الزراعية ويسألهم ما قال لهم واذا تعرف احد سمت عزير قالوا لي ارى كان فينا واحد النبي صالح ولكن رمض هذه مئة عام ويرجع للقرية من يسكن في يسكن لم يكن عند أخو أخو يبدأ يرى قال لي سبحان الله العظيم تشبه لأخو قال لي غير ممتاز سبحان الله العظيم قالوا انا وعزير الخبر تنشرف مدينة عزير مع عزير الأهل المدينة لم يكن عند المرأة كبيرة في السن لانما تقوش بأخو قالوا ممكن يكون متأمر معه لم يكن عند المرأة كبيرة ومشال البصار تطلبوا منها أهل الخريق وصف لهم عزير وإلا كتعطوهم الأوصاف للراجل الذي قدامها لكي تلبس لكي تلبس لكي تلبس وتأكدوا بأن هذا هو عزير قالوا لأهل القرية قالوا إذا كنت صادق دين المكان الذي كنت تقول بأن مخبي فيه النسخة الوحيدة للتوراة إذا كنت صادق عزير يجبد لنا التوراة وانطقوا بك خرج بهم نبي عزير عليه السلام خرج مع أولاده الذي كانوا كبروا وأصبحوا أحفاد ومشا مع أخوه الذي الآن في العمر عمرهم 25 سنة هو يخرج بأهل القرية لأحد شجرة الزيتون وبدأ يحفر عزير عليه السلام يحفر يجبد صندوق تأكل بزاف الصندوق تسوس ورشا هو ويحلوا وإلا كالخاوف الصحائف ديل التوراة وتأكدوا بأن هذا هو عزير عليه السلام ونبهروا من المعجزة أنه رجع بعد مائة سنة بنفس الصفة وهو رجل شاب وما كبرش نهائيا وشعار وما شابش رجع بديك الصفة الجسدية اللي خرج بها من المدينة دياله بدك يدعي الله سبحانه ونبي عزير مات في العراق ومدفون في العراق وكان خرج ذلك الساعة من كنعان بعد ما تأكد أن اليهود رجعوا للطريق ورجعت لهم التمرات ديلهم لكن طرح المشيق بما يخرج أن الفئة من اليهود ويقع عبدوه ينسب له البنوة أن هو ابن الله وقال عزير ابن الله هنا الكثير المفسرين من القرطبي يحصلوا الآية التي قالت اليهود عزير ابن الله أن كل اليهود لا يعني كل اليهود بعض الفئة الضالة الصغيرة هم الذين رأي المعجزة وقالوا أن هذا ما يكون غير ابن الله لأن لم فهمت المعجزة ومنسبت أن هذا ما يكون غير ابن الله فهنا عزير عليه السلام خرج من ذلك المنطقة بعد ما تأكد أن الدين استقر وأن الناس رجعت لهم التوراة ويرجعوا ينسخوها ويطبقوا الشرائع فخرج من المنطقة مشاكل يدعي الله سبحانه وتعالى ودخل البلاد الرفيدين ودخل العراق وتما ماتوا لحد الآن كان المسجد والضريح النبي عزير في مدينة العمارة جنوب العراق هذه كانت قصة سيدنا عزير عليه السلام شكركم على المتابعة كان معكم عبداللطيف إلى الحلقة القادمة حلقة خاصة الأنبياء